السنة الأمازيغية هذا واحد المطلب ديال المجموعة ديال الفعاليات والحساسيات المجتمعية وهو مطلب لهذه الحكومة كنت تعتبره بأنه من المطالب المهمة فيما صار ترسيم الطابع الرسمي ديال الأمازيغية وفي هذا ندوى الصحفية غير ما مرة يعني كنا نعبير على هذه الرغبة في الموضي فهذا ما صار هذا بهذه الجرعة جلالة الملك أعطى الأوامر دياله للحكومة والحكومة اليوم تفعل هذه المسألة هذه الآن شنو تعمل في الأمازيغية خلال هذه السنة تقريبا هذه السنة فنذكر مرة أخرى بأن هذه الندوى الصحفية هي الآن متاحة باللغة العربية ومتاحة أيضا باللغة الأمازيغية تعمل واحد المجهود على مستوى توفير الخدمة ديال الاستقبال في مجموعة ديال الإدارات حيث تم تخصيص حوالي 460 موظف مكلفين بالاستقبال هذا كلهم يتحدثون باللغة الأمازيغية للتواصل وتسهيل مأمورية على تسهيل الخدمات المرتفقين توفير خدمة الاستقبال الهاتف باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز الاتصال اليوم كان مراكز الاتصال للتصنع كان عندنا الإمكانية ديال أننا نتكلموا باللغة الأمازيغية وهذه المراكز هذه بالمناسبة تشهدوا إقبالا كبيرا جدا على اللغة الأمازيغية خاصة في بعض الخدمات توفير 63 مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية الإطلاق الرسمي لمشاريع متعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة إدراج اللغة الأمازيغية خلاص في تشوير وكذا هذا متاح بجميع القطاعات بدون استثناء وأيضا نزويد مركز الاتصال والتوجيه الإداري بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي للتواصل مع المكلفين بالتواصل الذي يتقنون اللغة الأمازيغية يمكن واحد العمل اللي هو بحال نعديل تشبيك باش هذه الخدمة تهديت يعني التوفر في جميع الإدارات توفير 200 وحدة معلوماتية حواسب محمولة وتابتة وآلة طباعة لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم تغضيفهم بوزارة العدل باش نسرلهم المأمورية ذي للتواصل باللغة الأمازيغية توفير الترجمة الفورية في مختلف الأنشطة بما فيه هذا النشط فهذا التزام الدستوري تتشرف عليه تتقوم به بلدنا من أعلى مستوى طبعا بتوجهات من جلالة الملك والحكومة هذا الورش غد يفيه بشكل متدريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر